قرر الستات أحزاب مسيحية مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان في خطوة جاءت كرد على قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان كردستان واعتبرت الأحزاب من خلال بيان صادر عنها أن المحكمة الاتحادية العليا اتخذت أسهل الطرق لحل المشكلة المعروضة أمامها من خلال إلغاء مكونة وشعب أصيل وتمثيله في البرلمان وأكد البيان أن المحكمة بذلك تجاوزت على مواد دستورية في خطوة اعتبرت نكوصة عن المسيرة الديمقراطية والتراجع عن أسس الشراكة السياسية والقومية والمجتمعية وأشددت على أن أي شخصية تصل إلى البرلمان عبر القوائم العامة لا تمثل الشعب المسيحي بل هي جزء من الأجندات السياسية التي جاءت بها للبرلمان واختتم البيانة بأن حقوقنا القومية ليست منة من أي طرف يمنحها متى شاء ويلغيها متى رغبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر